الكريم في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم لماذا النظر إلى القلوب لا إلى الأجساد والأجسام كما ورد بالحديث إنه الجسد الأجساد متشابهة كلها أما التفاوت بالقلوب واحد فرضا أراد أن يقدم شراب غالي جدا لكنه يؤذي هذا المريض نوى إيذاؤه أمام الناس شراب رفيع جدا من يعرفها الله وحده واحد ببيته جالس وفي شرفه بالبيت المقابل ومرأة متفلتة ظهرت فإذا غض بصره من يكشفه الحقيقة هو الله وحده يقدر يمتع نظره بهذه المرأة دون أن يدري به أحد فلهم قلوب القلب هو ذات النفس فإذا يحاسب الإنسان على ما في قلبه فلو كان إنسان شكله جميلا أو غير جميل لا شأن لذلك وإنما أي قلب تأتي به إلى الله سبحانه وتعالى طيب شيخنا هل نحاسب من أتى الله بقلب سليم طبعا التعبير الدقيق القلب السليم القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله لا يشتهي مالا حراما لا يشتهي لقاءا لا يرضي الله لا يشتهي أن يمتع نفسه بشيء الله حرمه سلم من شهوة لا ترضي الله نعم وسلم من خبر يتناقض مع وحي الله أنه في مجاعة قادمة يا الله هو الرزاق هذا الكلام مجاعة قادمة حتمية هذا تناقض مع وحي الله فسلم من شهوة لا ترضي الله وسلم من خبر يتناقض مع وحي الله وسلم من عبادة غير الله طيب شيخنا في المجتمع بعض الأشخاص يفسرون مثل هذه الآية الكريمة إلا من أتى الله بقلب سليم أن الإنسان لا يهم إذا صلى أو لا تحجبت أو لا زكى أو لا وإنما أن يكون قلبه سليما ويحب الخير للناس هذا الكلام مرفوض إطلاقا لابد من ما يشوف صلاح القلب داخلي بدنا سلوك يؤكد صلاح القلب بدنا سلوك وأخذ وعطاء وترك وفعل فعل وترك وأخذ وعطاء ورضى وغضب وقبول ورفض بما يتناسب مع إيمانك إذن دكتورنا الإنسان إذا كان يمتلك أفكار جيدة في قلبه لكنه لا يطبقه مثلا لا يصلي لا يلتزم بالفرائد ديرتك بالكبائر شقاءه يزداد هذا يعني واحد على وجهك الموت عطشا أو اثنين واحد عرفان في نبع ماء على مسافة قريبة وبإمكانه أن يصل إليه وما وصل ألمه من موته عطشا أشد من الثاني لأنه يعرف لأنه يعلم سبحان الله نعم طيب في المقابل شيخنا لو أن إنسان كانت أفعاله مستقيمة لكن قلبه لم يكن سليما يعني كان يصلي كان لا يلتزم كبائر هذا ذكي هذا ذكي هذا يعني شاف مصلحته أن يكون أمينا لا يكون أمينا عبادة لله بالمصلحة دولة دقيقة جدا فيها أدوات ضبط عالية جدا فاستقام على منهج الدولة ما أكل مال حرام أبدا لا خوفا من الله ولكن خوفا من المسائل البشرية هذا لا يقبل منه دكتور عبد الله وما عبد الله إذن عفو دكتورنا الكريم طلبت العلم ليقال عنك عليم وقد قيل خذوه إلى النار والعياذ بالله الحديث الشريف نعم إذن هناك شيخنا قلب سليم وهناك فعل سليم أحدهما دون الآخر لا يقبل أبدا هذا بيسموه سيدي شرطان لا يصلح الأول دون الآخر شرطان لازمان لا يصلح الأول بلا الآخر يعني عفوا أوضح من هيك عندك رأس غاز رأس وفيه إسطواني الغاز رأس الغاز بلا إسطواني ما له قيمة إطلاق والإسطواني من دون رأس ما لقيمة هذا القلب السليم شرطان لازمان غير كافية إذا من كان عمله سليما مستقما لكن قلبه لم يكن نقيا لم يستفد ومن كانت تقول مثلا أنا لا صلاة والأحجاب لكن أنا قلبي خير أو أنا لا بصلي ولا باب شرطان لازمان كل واحد منه مزيزة كافية شرطان لازمان